إلتون جون رح يكون عنده حفلة في دبي بعشرين يناير وبتستمر استثيلة حفلاته بالرغم من أنه حزين جداً من وقت وفاة صديقه جورج مايكل اللي كرمه مباشرة على المسرح بكلام مؤثر جداً وغنى أغنيات Don't let the sun go down on me اللي غنىها لأول مرة مع مايكل سنة 1985 اللي غنىها لأول مرة مع مايكل المفاجئ يبدو أنه رح يظل غامض لبعض الوقت فالتشريح الأول لسبب الوفاة كانت نتيجته غير حاسمة لتحديد السبب الحقيقي والآن بيجروا المزيد من الاختبارات لكن بهالوقت أثارت الصحافة الأمريكية فرضية الانتحار واللي أجت نتيجة سلسلة تغريدات من حساب صديقه فادي فواز بتوصف الحالة النفسية لجورج في الفترة الأخيرة وبأنه كان بيتمنى الموت وحاول الانتحار أكثر من مرة لكن من بعد نشر هالتغريدات فواز صرح بأن حسابه قد تم اختراقه لكن بالرغم من هالشي الشكوك زادت خاصة أنه عمره صغير وما كان بيعاني من أي مرض لكن معاناته من الاكتئاب خلت فرضية الانتحار تقوى والأمور ساءت أكثر من بعد ما تم القبض عليها عام 2010 لقياته سيارة تحت تأثير المخدرات لكن أخبار كثيرة حكيت عن إدمانه وحاته غير المستقرة اللي خلته يدخل لمركز إعادة التأهيل بزورخ سنة 2015 لكنه من بعد آخر برفورمس لسنة 2012 اختفى تماماً عن الأنظار وصورته اللي نشرت في سبتمبر 2016 ظهر فيها بشكل صادم قصة جورج مايكل بالذكرنا بقصة ثانية سمعناها من قبل عن نجوم حققوا شهرة كبيرة جداً في الثمانينات والتسعينات وحياته منتهت بنفس الظروف أغلبه معان من الاكتئاب والدراكز والمشاكل النفسية مثل ويتني هيوستن ومؤخراً برينس